أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدأ يده الله أعلت من قيم التسامح والتعايش وسخرت جهودها لتبني مبادرات إنسانية حضارية نالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي نعم أشارت رئيسة مجلس النواب لأن مملكة البحرين وما تشهده من مسيرة تنموية شاملة أصبحت نموذجا متميزا في تبني أرقى مبادر حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة المحبة والتعايش والسلام والانفتاح وتمكنت من تقديم تجربة مكتملة وراسخة في ضمان وتعزيز الحقوق العامة والحريات الدينية والمذهبية وأضحة التجربة بمثابة إلهام الشعوب في مختلف دول العالم جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب وفدا من أعضاء وكبار موظفي البرلمان الأوروبي خلال اللقاء شددت معالي على أن المجلس النواب لا يألو جهدا في التنسيق الدائم والتواصل المستمر مع البرلمانات الصديقة لسيما البرلمان الأوروبي مؤكدة أن بيت الشعب في المملكة حريص على فتح أبوابه دائما أمام كافة المبادرات الرامية لتوثيق الروابط مع البرلمانات الصديقة من جانبهم نوه أعضاء وفد البرلمان الأوروبي لاهتمامهم بتنمية التعاون وتطوير العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين على جميع المستويات والتوسع في الشراكة والتنسيق ذا التحديات العالمية مؤكدين أهمية بناء علاقات برلمانية وثيقة مع مملكة البحرين أساسها الشفافية والوضوح والانفتاح ترجمة نانسي قنقر